سلام لبنائس ان شاء الله كامل لكم بخير وصحتكم على اخير ان شاء الله يلقيكم الفيديو هذا في احسن الاحوال اليوم جيتكم بوصفة جديدة جيتكم لأول مرة راح نديرو صابلي وطريقة نجاحه وكامل اسرار نجاحه اذا ما ينجحش معك الصابلي حبيبتي تبع الفيديو للاخير راح تكتشفي كامل اسرار نجاحه راح نعطيكم هذا الصابلي ليجي بزاف ابنين ونعطيكم يعني كامل اسراره واسرار نجاحه هنا حبيبتي اذا عجبك الفيديو متنسيش تخلينا لايك للفيديو وكمونتير تقول لي وش هيك في الوصفة بطبيعة الحال لأول مرة تشوفي قناتي معليك غير تشتركي حبيبتي وتنضمي للعائلة باش هكذا تكبر لمتنا ونروحوا كامل مع بعض لبعيد ان شاء الله اذا حب ربي هنا حبيبتي خليكم تشوفوا بعض المقتطفات باش نروحوا نشوفوا وصفتنا لنهار اليوم بسم الله اول حاجة عندي خمسمائة قرام ماغارين لابيل عندي اللهنة كما راكموا تشوفوا نصف كيلات عصكر غراسي وعندي اللهنة نصف كيلات عصكر غراسي وعندي اللهنة نصف كيلات عصكر غراسي كما راكموا تشوفوا وعندي الخاميرة وعندي نس كافي يعني العشاق نس كافي عندي كيلة تعزيد وكما راكموا تشوفوا نصف كيلة تعنشا وعندي بطبيعة الحال فرين عندي بيضتين كاملتين وزوج صفارتين بيضات نرمو هكذا فهمتوني هنا لما تحبش نس كافي تقدر اي ذوق تحبوها هنا انا راكم نعطيكم الكمية هذه طيحت لي 100 حبة يعني حبة على حبة وقديروها على حبة واحدة يعني 200 حبة ان شاء الله تكونوا فهمتوني هنا وشو نقولكم حبيبيتي الكيلة اللي كيلتوا بها زيت مثلا العبار كيلتوا باي كاس كملوا كيلو به العبار الاخرين درنا كيلة تعزيد كما راكموا تشوفوا نصف كيلة تعنشا نصف كيلة تعكوكي ونصف كيلة تعسكر غراسي يعني الكاس اللي كيتوا به الزيت كيلو به المكونات الاخرين هنا حطيت المكونات كما راكموا تشوفوا حطيت البيض وحطيت الزبدة تعي وحطيت كما راكموا تشوفوا نشاء سكر غلاسي وزيت وحطيت نخلط المكونات تعي كامل كما راكم تشوفوا الابنات كوكيو خليتو ما تضفتوش ذوق تشوفوا علاش نخلط هذه المكونات بيا خلاص حتى يتغير لي اللون تعزبدة تعي ويضعف الحجم التاح ان شاء الله يعني تبعوا طريقة هذي باش تفهموني اكثر هنا اللي ما عندهاش خلط كهربائي والله عجينا تستعمل يدها نورمال تقدري تخدمي عادي جدا انا ثاني كما عنديش خلط كهربائي كنت نخدم بيدي عادي يعني ما فيهاش احراج لهنا كما راكموا تشوفوا الكوكيو تعي ضفتو هنا عفوا ننسيت حاجة قبل ما نضيف المكونات هذا اكل نضيف نصف ملعقة كبيرة تأكل تأكل قهوة سريعة الذوبان يعني هنا اي ذوق تحبوه تضيفوه انتو ما انا هذي درتها سبيسيال لعشاق القهوة الإسانسيال بعد ما خلط هذه المكونات كامل ضفت الكوكيو تعي وخلط شوية هكذا بيدي بعدها بديت نضيف الفيريناتاعي من بعدها ضفت نصف كيس خميرة خميرة الحلويات ان شاء الله تكونوا افهمتو نرمى موراكم فهمتو كل شيء فسكو اراني نهدر ونعاود باش هكذا تفهمو خاصة المبتدئات هنا صابليتاعنا نجي ونطموه بالفيرينا هنا الفيرينا حبيبتي كما دي ما نقولكم طمو فقط لا يتعجنو صابلي حتى من بعدها يدخلوا له الفرن يتكمش لكم ووالله يطلقوا لكم الزيت لا استعملوا غر صباحكم شوفوا انا غرب صباعي لميتو ومعجنتوش من بعدها نجيب كيس بلاستيكي ندير فيه نصف الكمية مينونة القضية انا استعملت هذو القاطعات اللي راكم تشوفوا فيها استعملت القلب استعملت هذا اللي راكم تشوفوا فيها البنت اللي جاي الشكل تاعو بيضاوي اهنا نجيب الحلال تاعي ونبدأ نفتح في العجينة تاعي شوفوا الهنا يعني انا الكوكي بتاعي كي درتو بيه بكشوره كما راكم تشوفوا الكشور هذو كامتاع الكوكي يعني راحني يعطيكم ذوق وتعطيكم هكذا لمسا كما نقولو راكم تشوفوا فيها شوفوا السمك تعصابلي تاعي يعني منحلهاش خشينا ومنحلهاش رقيقة شوفوا انا راح نطباحهم كامل بنفس الطريقة شوفوا الابنات انا راح نقطع كامل هذو المكونات عفوا نقطع هذي العجينة كامل ونحطها في البلاطو التاعي وذوقنا اعطيكم واحد لاستيس هكذا شوفوا الابنات بعد ما نحيت هذو كامل اللي طبعتهم العجينة هذي كيفاش نديلها انا منش من نوع اللي نخليها هي الاخراء انا راح نكملهم كامل بنفس الطريقة انا راح نكملهم كامل بنفس الطريقة كامل بنفس الطريقة انا راح نلصق بالمربة بركة يعني شوفوا كيفاش تحمر الملوط وملفوق قعد نفس اللون يعني متغير ليش اللون انا راح نلصق كما راح نشوفوا البنات غير بالمربة كما راح نشوفوا انا راح نلصق بالمربة هكذا ونزق كامل حبة تبعي لازق زوج هكذا مع بعضهم تحت لي مياه وعلى حبة واحدة تحت لي ميتين يعني انا اعطيتكم هذه الوصفة اي تكون كما نقولوا الله يبارك طيحكم بزاف شوفوا نكملهم كامل بنفس الطريقة لصدقهم كامل ونرجع للمرحلة الموالية المرحلة الموالية شوفوا لهنا بعد ما لصدقتهم كامل bears 60قر شوكولة بالحليب وميتين قرام شوكولة سوداء يعني انا ديما منحبش نستعمل شوكولة سوداء بس حكي عادة عندي قد نستعملها وخلاص هنا شوفوا نذوبوا مع الحمامي وذوبتها 100قر شوكولة بيضة هذه باش نضيرو بها لاخطاط درتها اللہ هناك ما كم تشوفوا لم moisturينة في بوش وعندي اللہ هناك ما راكم تشوفوا لموعدة شوكولات لي كنا ذوبنها كيف كيف يعني هذه شوكولات بعد ما ذوبتها الحمام مائي انا ديما كما نقول لكم الابنين شوكولتي عراني من ذوبها شكاملة ذوب غير نص ونبغى نخلط في الأخرى حتى نذوب لي هنا نطلق الحبة تعي كما راكم تشوفوا هكذا وهي هكذا يعني مزلت ما نشفت ليش ندير عليها خطوط بشوكولة البيضاء بعدها نجيب هكذا عود خشبي ولا كوردو ولا أي حاجة عندكم هكذا ونبدأ نمشي فيها ندير طريق نروح وطريق نجي طريق نروح وطريق نجي ان شاء الله تكونوا فهمتوا نعود معكم حبا باش تفهموا نطلق الحبة تعي كما راكم تشوفوا هكذا وننفذ هكذا كذائد كامل تح اوكي شافوا لانا وش راح ندير راح ندير خطوط بالشوكولة البيضاء هكذا ونبعدها طريق نجي طريق نجي بطريق نجي بطريق نجي فهمتون اياه يعني اي سهلة مرة هذا يعني ابسط تزيين يعني انا ما حبيش نتعمق لكم في التزيين ولا ندير فيها اي تزيين بس كو انا درتها غلى الفطور هكذا اقتصادية وهنا وش نقولكم كي جيو تقلاسي والحبات التوعية دي ما فرشوا كيس بلاستيكي انا فرشت هذا الكيس بلاستيكي باش من بعدها تسهيل علي نحي الحبات التوعية باش ما يتكسروا ليش شوفوا حبيبيتي انا راح نكملهم يعني كامل بنفس الطريقة نقلاسيهم هكذا نطلقهم بشوكولة سوداء وقبل ما تجمد لي شوكولة ندير خطوط بشوكولة كما راكم تشوفوا البيضاء ونقول لي ندير هكذا كذلك الاخطوط كما الميل فاي ان شاء الله تكونوا فهمتوني اللي بنا تسمحوا لي اليوم اللي اني دي خانة مرة والله ما على بالي كيفاش اللي سنسيال قلت نشارك معاكم هذا بس كل الفيديو هذا عندي وقت ما اللي قدرتو وما شاركتوش معاكم وانا قلت يعني ندير له المونتاج يعني كنت مانيشي قاعدة هكذا والله اني مع ابني ومننا وليت قلت ما عليش نحط لهم الفيديو شوفوا لهنا بعد ما كملتهم كامل انا اكيد راح ننقيهم ونحلهم هذو كذبئت كاملة ونضيرهم في الكيسات ونروح ونشوفوهم مع بعض في صحن التقديم بسم الله اذا كانت هذه وصفتنا لنهار اليوم شوفوا لبنت انا كنت اطليت معاكم غير حبيتي على القلوب يعني هي نفس الطريقة وشوفو هذو كل الحبيت شكلتهم بوضوي يعني يجيوا ما شاء الله يعني يهبلوا وتزيين بسيط وان شاء الله يعني الوصفة لنهار اليوم بتنال اعجابكم حبيبيتي ما تنسيوش تخليمنا لايك للفيديو وكومنتير تقولنا وش رايكم في الوصفة واذا حبين وصفات اقتصادية معليكم وغير تخليولي في التعليقات راح نلبيكم اكيد كامل طلبات تاعكم بلا ما ننسى اللي يراهم كامل يطلبوا مني عدة وصفات راكم في البال حبيبيتي والله ما نسيتكم هنا نكسم معاكم حبة تشوفو يعني جاتوا ما شاء الله الذوف في الفم كما راكم تشوفو لبنت يعني جابز زيف هيل هيل وهنا وصلنا للنهاية ونقولكم الى الملتقى ان شاء الله سلام شكرا شكرا